معي في الستوديو زميلي عصام عكرماوي مراسل بي بي سي أهلا بك عصام تتابع طبعا كل ما يجري لكن أيضا دعنا نتحدث عن القادة الذين سيصلون ووصل فعلا بعضهم إلى لندن للمشاركة بهذه الجنازة قلت لي قبل قليل أول جنازة الدولة تحصل في وستمينستر منذ مئتي عام هذا بالفعل هذه أول جنازة منذ وقتين عام في كنيسة وستمينستر آبي وهي طبعا الكنيسة الرئيسية رأينا فيها مثلا تشريع جثمان الأمير الراحلة ديانا زواج الأمير ويليام هذه تعتبر كنيسة المفضلة للأسراء المالكة لكن أيضا هناك أماكن أخرى مثل كاثدرية سانت بول أو في قلعة وينزر نفسها على موضوع الرؤساء بالفعل بدأ العديد من الزعماء والقادة بالتوافد على لندن منذ يوم أمس وبعضهم أتى منذ الجمعة هذه الليلة سيقيم ملك شارج الثالث معدوبة عشاء في قصر باكينجام على شرف الزعماء والضيوف الرسميين وهذه ستكون فرصة له للالتقاء معهم رغم أن البروتوكول حرص على الإشارة إلى أنه لن تكون هناك لقاءات جانبية بين الملك وبين الوفود لكن هذا العشاء سيكون نوع من التكريم للذين حضروا هناك قيود مشددة مثلا على وصول الطائرات الخاصة إلى مطار هيترو طلب من الزعماء والقادة الحضور بالطائرات العادية ومن يفضل الحضور بطائرته الخاصة عليه الهبوط في مطار آخر نعلم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حطت طائرته في مطار ستانستيد خارج العاصمة لندن وكذلك العديد من الوفود التي وصلت إلى هنا وماذا عن تحليق طائرات الهيلوكابتر أيضا في لندن؟ صحيح طلب من القادة عدم استخدام طائرات الهيلوكابتر للتنقل من أماكن إقامتهم إلى العاصمة لندن وعليهم التنقل بالحافلات العادية هناك تجمع سيكون في منطقة تشيلسي باركس على ضفة نهر التيمز وهي ليست بعيدة عن منطقة الجنازة في وستمينستر سيتجمع القادة هناك وينتقلون بحافلات مخصصة لنقلهم إلى وستمينستر طبعا علمنا أن هناك استثناء حتى الآن على الأقل استثناء للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي سيحضر معه سيارته المصفحة المعروفة باسم البيست لكن طلب من الجميع اقتصار كل الوفود على شخصين فقط يعني الشخص وزوجته أو شريكته أو زوجها لأن ساعة المكان لا تحتمل أكثر من حوالي 1200 شخص لذلك تم تقييد عدد الذين بإمكانهم الحضور إلى كنيسة وستمينستر بارحة أيضا بأن الرئيس الإسرائيلي أيضا سيأتي بسيارتي الخاصة ماذا عن الحضور؟ دعنا نتحدث عن العالم العربي ذكرنا بأن الملك عبد الله عاهل الأردني قد وصل إلى المشاركة ماذا عن القادة العرب من من تمت دعوتهم؟ وجهت دعوات إلى كل الدول العربية كما وجهت دعوات إلى معظم الدول العالم باستثناءات قليلة مثل روسيا وبلاروس وأفغانستان وفنزويلا وسوريا مثلا بالنسبة للعالم العربي الملك عبد الله حضر إلى هنا سيكون هناك حضور أيضا من ولي عهد الكويت ولي عهد البحرين سلطان عمان وولي عهد المغرب بالإضافة إلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وربما رئيس الوزراء المصري ماذا عن ما ذكرت عيسان بأنه لن يكون هناك لقاءات ثنائية كنت أستمع إلى بعض المحللين في قناة بي بي سي الإنجليزية بأنه هذه ربما تكون فرصة لليسترس للقاء قادة العالم لكن هذا لن يحصل لأن البارحة كان يفترض أن يكون أيضا لقاء لها مع رئيس جو بايدن تم إلغاؤه؟ بالفعل المسألة مسألة بروتوكول لأن التركيز يجب أن يكون على الحضور للمشاركة في تشريع جنازة الملكة تكريما لها لذلك تم لوحظ أن مسألة اللقاءات الجانبية قد تطغى على هذا الحضور لذلك تقرر عدم إجراء مثل هذه اللقاءات الجانبية والاكتفاء بالعشاء الرسمي هذه الليلة وأيضا سيكون هناك ما يسمى بلقاء أو ريسبشن بعد الجنازة في وستمينستر يوم الاثنين سيستضيفه وزير الخارجي البريطاني طبعا سيكون هناك الكثير من الإجراءات المتعلقة بمن سيجلس قرب من ومن يجتمع مع من لأنه صحيح الجميع يجتمعون لهذه الجنازة لكن هناك عوامل أخرى تلعب دورا بمن يجلس قرب من ومن يتحدث مع من وغيرها نعم الإجراءات التنظيمية كانت مشاقة جدا وفيها كثير من التفاصيل ومنذ وفاة الملكة أو الإعلان وفاة الملكة شرع القائمون على هذه الترتيبات في الترتيب كل شيء لم يترك أي شيء للصدفة ورأينا حتى الآن كيف تم تنظيم هذه الجنازة الرسمية والشعبية في الوقت نفسه ويقال بأن الملكة لها علم بكل ما يجري ولها يد بترتيب ما يجري وأحدهم قال اليوم بأنها طلبت بأن لا تكون هذه الجنازة مملة أيضا هذا صحية شكرا جزيلا مراسل بي بي سي عصام عكرماوي إذن بعد الجنازة